أنت تضرب ضريب من الضريب؟ ما نفعش في هلبا يتهربوا من التخليص الضريباني مكاسب معينة طبعا مادية فأنت تطلب منه الضريبي على أي اساس تطلب عنه التهرب الضريبي التهرب الضريبي ظاهرة خطيرة تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل موحش عليها ضرائب لازم يتفهم دولة هذه وليس فشرهم ليس فرق ليبيا الحقيقة الحصيلة الضريبية هي ضعيفة جدا بنفس السبب إذا كان فيه دولة وتلبي طلباتنا وتشوف الاحتياجات لتعال أي تاجر في الدولة يكون فيه تجاوب هل ترى ما هو سبب التهرب الضريب؟ هو شكل من أشكال الفساد المقنع أو وجه من أوجه التلاعب المالي تتعدد تعرفه ولكن الثابت أنه سرطان ينخر جسم الاقتصاد الوطني بشكل بطيء فيكلفه الكثير سبب ليس في الواجهة بل في الخفاء بالنظر لضعف عائداته والتعويل على النفط بشكل شبه كليا فما هو التهرب الضريبي؟ وما هي أشكاله؟ وما الذي يدفع البعض للاتكابه؟ ثم ما هي عواقبه على الاقتصاد الوطني؟ وما هي نظرة الشرع والقانون منها؟ وما السبر الكفيلة للحد منها؟ هل أنت تخلص في الضريب؟ أنا ما نزاولش في نشاط خاص يقتدر أنني نخلص دريبة ما عنديش نشاط معين ولا عندي ترخيص حاجة باش نخلص عليها دريبة ما ندري هذا المرات متاع الدولة كان يفرضوا عليها في دريبة ممكن يستقطعوا فيها ثقائيا لكن ما نخلصوش في دريبة ما ندفعش؟ ما ندفعش؟ والله السبب اللي قلت لك نفس السبب إذا كان فيه دولة وتلبي طلباتنا وتشوف الاحتياجات متاع أي تاجر في الدولة يكون فيه تجاوب ما بين التاجر وما بين الدولة بالخصوص القطاع هذا ليبيا الحقيقة هي أساس الحقيقة هي تغييب فيها الضرائب بشبه كامل يعني بشبهها بالكامل غياب الضريبة في ليبيا لأنها من الواضح أن الحقيقة يعني مصادر الدخل في ليبيا تحتمد بأكثر من 98% على قطاع النفطي ولا يعني تمثل الحصيل الضريبية والضرائب والجمارك إلى 2% وهذا دليل على أن هناك ضعف أداء ضريبي وضعف في الحصيل الضريبية من الصعب والتحديد بدقة حجم الإيرادات التي تفقدها الخزانة العامة يرجع ذلك في لعدة أسبابه لعلى من أهمها سبب عدم موجود إحصائية لأصحاب الأنشطة الاقتصادية في ليبيا ولأصحاب الدخول سواء كانوا أصحاب أنشطة أو مواطنين لم يتضمن التشريع الليبي تعريف واضح ودقيق لتهرب الضريبي وشأنه في ذلك شأن التشريعات الضريبية المقارنة حيث ترك أمر تعريف تهرب الضريبي إلى الفقهاء الفقهاء الضرائب وذهب هؤلاء الفقهاء إلى تعريف التهرب الضريبي في عدة تعريف منها على سبيل المثال هناك من عرف التهرب الضريبي بأنه هو الغش الضريبي أيضاً هناك من عرف التهرب الضريبي بأنه استخدام الممولين إلى وسائل احتيالية بغية التهرب من دفع الضرائب التهرب الضريبي التهرب الضريبي ظاهرة خطيرة تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر يقصد به عدم إقرار المكلف لواجبه بدفع الضريبة المترتب عليه سواء من خلال تقديم بيانات مضللة للدوائر المالية أو من خلال استخدام وسائل مشروعة أو غير مشروعة فالضرائب يقصد بها في العصر الحديث المقدار النقدي الذي يلزم الأفراد والمؤسسات بدفعه للدولة بهدف تغطية النفقات العامة للدولة فهذه الضرائب من الأمور العادلة ولا تأخذ من الناس قهرا وظلما وإنما تأخذ لأجل ما يعود بالخير والنفع على البلاد وأهلها فهذا النوع من الضرائب جائز فإذا كانت الدولة توفر بما تجنيه من الضرائب منافع للناس ينتفعون بها فلا بأس أن تأخذ أجرة يسيرة مقابل تقديم تلك المنافع والمحافظة عليها وهذا النوع من الضرائب لا يجوز التهرب منه أو التحايل عليه النوع الثاني من الضرائب ضرائب محرمة وهي أن تفرض الدولة ضرائب على الناس بدون مقابل وهذا لا يجوز شرعا فأخذ أموال الناس بغير حق شرعي ظلم ولا يجوز وهو من المكوس التي وردت حرمتها في الشريعة وهذا النوع من الضرائب لا بأس أن يدفعه الإنسان حيث طلب منه ولو وضع بغير حق كيف يتجل التهرب الضريبية باعتبار تعدد صوره وإشكاله؟ أخفاء الممول أو صاحب النشاط إلى نشاطه بشكل كلي نجد أحد أصحاب الأنشطة يمارس نشاطه دون أن يسجل في مصحة الضرائب أو يكون ما عنداش ترخيص أصلا بمزاولة هذا النشاط أيضا عندما يخفي صاحب النشاط بشكل كلي أو بشكل جزئي جانب من نشاطه الذي يقوم به تأخر أو عدم تقديم الممول أو صاحب النشاط للإقرار الضريبي في المعاد المحدد قانوني إذا قدم إقرارات وميزانية مبنية على سجلات ودفاتر وحسابات مصطنعة غير حقيقية غير فعلية هذا شكل من أشكال تهرب ضريبة إذا أتلف الممول الدفاتر التجارية والسجلات والحسابات قبل انقضاء الأجل المحدد للتقاد عندما يخفي الممول بشكل كل أو جزء الدخل الذي يحققه عندما يدرج الإيرادات في الميزانية والإقرارات بسعر غير حقيقي إخفاء بيانات مهمة في احتساب الضرائب كإخفاء عدد العاملين الفعلي في المنشأة مثلا عن سبيل المثال استخدام التزوير في المستندات الضريبية واستخدام الخداع في إهام السلطات بالسداد الوهمي للضرائب تهرب الضريبي من عد موجود رقابة يعني رقابة الأجهزة المعنية التي ترقب على تخليص الضريب كذا هي المقصرة في إدامها تهرب الضريبي الحقيقة له العديد من الأسباب الليبي الحقيقة الحصيلة الضريبية فيها ضعيفة جدا للسبب الرئيسي وهو الحقيقة وجود اقتصاد غير رسمي بمعنى أكثر من 70% من الاقتصاد الليبي الآن اقتصاد غير رسمي وكل هذا الاقتصاد لا يدفع في الضريبي لأنه غير مسجل في السجلات الحكومية ولم تقطع لها جراءات ترخيص وبالتالي تجد كثير من المحنات والمصانع والشركات القطاع الخاصة الصغيرة كلها لا تدفع ضرائب عدم وجود استثمار أجنبي حقيقي في الدولة الليبية وهو يحتبر مصدر كبير جدا للضريبة عندما يكون هناك استثمار أجنبي في الدولة فإنها تفرض عليها ضرائب بحيث أنها تزداد الحصيلة الضريبية وتساعد في تبويل الموازنة العامة والدليل الارتفاع عن نسبة الضرائب في سنة 23 عن سنة 22 بمبلغ كبير جدا هذا بسبب الشركات الحقيقة التي دخلت في المنطقة الشرقية في شرق ليبيا بسبب العقود التي تمت وتم فرض عليها ضريبة مما رفعت الحصيلة الضريبية الصراحة بالنسبة للموضوع هذا غياب الدولة هو السبب الرئيسي والسبب الثاني ضعف السوق الليبي بالنسبة للتجارة أسباب التهرب الضريبية يمكن إرجاعها إلى عوامل رئيسية ثلاث واحد عيب في التشريع العيب في التشريع بالدرجة الأولى أن الحياة الاقتصادية الاجتماعية مستمرة في التطور والتشريع لا زال في مكانه وجود تغراض في القانون بسبب الصياغة صياغة تسمح للبعض باستغلال هذه التغارات أيضا عذا موجود نصوص قانونية رادعة وفعلية تمنع وتقصط طريق أمام المتهربين عيب الإدارة الضريبية لما يبالغ الفحص الضريبي في احتساب الضريبة للممول ويلجأ إلى تقدير الضريبة جزافيا أو يقدر الضريبة حسب ما متعرف عليه نقوله تقدير مكتبي هنا يخلق نوع من عدم التقى بين الممول والفحص الضريبي الناس اللي ما تدفعش الضرائب طبعا الأول حاجة في اعتقاد عدم وجود الترخيص يعني معظم المحلات كلها من غير ترخيص فأنت تطلب منه الضريبة على أي اساس تطلب عنه والثانيا عدم وجود الرقابة الحقيقة ما فيش رقابة على المحلات هذه من وجهة نظر صباح أولا لأن ما فيش تكافؤ بين يعني ما فيش تكافؤ في المجتمع بين الطرف والطرف الآخر ثانيا المفروض الفكر الداخلي لازم يقتنع أنه عليه ضرائب لازم يدفعهم دولة هذه وليس بشر وليس فرد هو اللي مدير قصة الضرائب هذه دولة وطالما دولة وقرار دولة معناها أنه نازم نحترمها ولا يجوز التهرب من الضرائب بالكذب في الفواتير ونحوها حتى لو كانت الضرائب محرمة فمن كذب وزور في الفواتير ونحوها وأخبر بخلاف الواقع فقد فعل حراما ولا يجوز للإنسان أن يفعل الحرام بنفسه من أجل أن يتخلص من حرام يفعله غيره ولا يجوز أخذ الفوائد الربوية لدفعها في الضرائب الظالمة لعموم أدلة تحريم الربا والنجاسة لا تزال بالنجاسة ولا يجوز أن تحتسب الضرائب عن الزكاة لأن شرط الزكاة صرفها لأهلها المختصين بها والضريبة لا تعطى لأهل الزكاة المختصين بها إجماع على تفاشي ظاهرة التهرب الضريبية فما هي عواقبها على الاقتصاد الوطني وما هي سبل الكفيلة لحد منها إن لم نقل القضاء عليها نهائيا كل ذلك وأكثر سيكون في اليوزء الموالي من تحقيقك ترجمة نانسي قنقر